اشتركوا في القناة ما هي أرض الصريم؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ هذه الجنة هي أرض في اليمن تبعد ما يقارب العشرين كيلومتر شمال مدينة صنعاء في منتصف الطريق المؤدي إلى محافظة عمران وهي تقع بالقرب من القرية المذكورة في التفاسير والتي تسمى دروان ولا زالت تحمل هذا الاسم إلى يومنا هذا المنطقة كبيرة جداً وهي محروقة بالكامل فعلاً كالليل الأسود كما وصفها المفسرون وهي ليست أرض ميتة لا تخرج الزرع فحسب بل إنها تمزق الأحذية وتدمي الأقدام أحياناً عند السير والتوضل فيها لأن أحجارها حادة ومدمبة ولا عجب أن أصحابها ذهلوا لرؤيتها وأعتقدوا أنهم أخطأوا الطريق لأن من يرى تلك الأرض لا يصدق أنها كانت جنة عظيمة عامرة بالأشجار والثمار كانت بداية القصة بإمطلاك أحد الرجال الصالحين في اليمن بستاناً ذي ثمار وخير عميم وكان رجلاً شكوراً لنعمة الله عليه إذ لا يدخل على بيته شيئاً من ثمار تلك الجنة حتى يقسم ذلك المحصول إلى ثلاثة أقسام متساوية ثلثي المحصول للفقراء والثلثي الثاني للمساكين والثلثي الأخير لأهل بيته وبعد أن توفي الرجل الصالح صاحب البستان ورثوه أبناؤه الخمسة وفي تلك السنة حملت جنتهم أي أرضهم حملاً لم يروا مثله في حياتهم إذ تضاعف المحصول عدة مرات وعندما رأوا هذا الرزق الكثير طقوا وبخلوا به وقال بعضهم لبعض لقد كان أبونا أحمقاً إذ كان يوزع ثلثي تلك الثمار والمحاصيل الوفيرة على الفقراء والمساكين فقرروا منعها عنهم تلك السنة بحجة مضاعفة أموالهم الخاصة وهناك قال أخوهم الأوسط لا تفعلوا ذلك وسيروا على نهج أبيكم فلم يقبلوا النصيحة فاتبعهم مكرهاً فكانت النتيجة أن عقبوا بحرمانهم من تلك الثمار إذ قال المفسرون في ذلك أن ناراً التهمت المحصول وقال آخرون بل هو الصقيع أتلفها عن بكرة أبيها وهم نائمون وفي الصباح اجتمعوا لتنفيذ خطتهم المتفق عليها فانطلقوا نحو جنتهم لجني الثمار وعندما وصلوا رأوها محترقة تماماً فلا أثر لثمر كي يجنى فأدركوا أن الله انتقم منهم فأخذوا بإلقاء اللوم على بعضهم البعض فقال أوسطهم لو شكرتم الله على نعمائه وسبحتموا فأقروا بالذنب وظلمهم لأنفسهم واسترجعوا وطلبوا من الله العوضي في الدنيا والعفو في الآخرة هذه القصة عبرة لكل أمة تمنع الزكاة وكل غني يبخل بماله وكل من يتهرب من إخراج الزكاة فعقوبته الهلاك إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطرف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كصرين أمودّو أمودّو فطرف عليها غني